السلام عليكم ازايكم في حلقة دي ده من حلقات بودكاست ميسك هنتكلم النهاردة على الشخصية الميكافيلية جاهزي قهوتك ويلا نبدأ حلقتنا الشخصية الميكافيلية من الشخصيات اللي عندها قدرة عالية على التراع والمقر علشان تحقق السلطة والصروة وطلب الاهتمام بيكون مبالغ فيه لانه حاسس بعدم الاهمية بالاضافة انه شخص غير متعاطف بيظهر عليهم علامات كتيرة جدا وممكن يكون نرجاسي كمان في نفس الوقت وساعتها فيه اشخاص بيجمعوا اضطرابات السلوس المزلم اول علامة ان الشخص اولوية حياته كلها لنفسه من طموح واهتمام وممكن يفضل مدة طويلة جدا لوحده بهدف الشغل لانه في الاول والاخر هو عايز سيطرة وعايز يحقق سلطة حتى لو قدراته ضعيفة هيكتهد جدا من اجل انه هو يحققهم تاني علامة الاهتمام المبالغ فيه بالمظاهر وبيوهم اي حد انه هو عنده ثقة عالية بنفسه وانه شخص مثالي حتى لو هو داخليا بيكون هش وضعيف تالت علامة ان زيما اخلاصه للسلطة مش للعلاقات الاجتماعية يعني هنلاقي بيدي اولوية للمال والسلطة على حساب الاشخاص يعني لو مطلوب منه انه هو يتضمن مع شخصه والموقف ده هيأثر على مكانه في الشغل هيفضل السكوت ويجتم كلمة الحق لانه وفاءه للمادة ولنفسه فقط رابع علامة استغلال الاشخاص لمصالحه يعني لو عارف نخضع في الناس بيبدأ يسيطر عليهم بشكل سلبي وكمان بيستغلهم ولو هم بالفعل متمدين عليه في اي حاجة ما بيسيبهمش يستقله ابدا خامس علامة انه دايما بيوصل لاهدافه باي طريقة سواء طرق مشروعة او غير مشروعة هو بياخد قعدة في حياته ان الغاية تبرر الوسيلة سادس علامة ان الكذب بالنسبة له شيء عادي في مواقف معينة علشان مصالحه وبيعتبر ان ده من الزكاء سابع علامة وهي من سلوك الشخص الغدار وبيجتمع فيها برضو اضطرابات الثلوس المظلم هنلاقي الشخص بيتودد بطريقة مبالغ فيها بكلام كتير جدا من النفاق بقتها الشخص ده بيكون منتظر شيء معين من اللي قدامه ولو وصل لهدفه بيبدأ يبقى شخص دنيئ جدا وبيظهر على صفاته الحقيقية ثامن علامة وهي المهارات الاجتماعية عالية جدا يعني عنده قدرة على قرية اي موقف ويفهم تصرفات الاشخاص ويدوافع لحركتهم ويقدر يتعامل مع اي شخص لكن بالرغم من الزكاء الاجتماعي العالي هنلاقي ان هو بيميل للعزلة لسببين اولهم ان هو بيفضل يبقى غامض في عيون الناس وتاني سبب ان عاوز كل طقته وقته لنفسه وعشان يحقق اهدافه لان لما بيشتغل بيتجاهل اي حاجة ما يحبش يرد حتى على تليفونه تاسع علامة انتقاض الناس اللي بتعمل اعمال خيرية وبيميلوا لمساعدة اللي حواليه لان المكافيلي يفتقر للشفقة والتعاطف هو بالنسباله الاشياء المادية من سلطة وصاروه هم اللي حقققولوا الامان لما انت تتعاطفي مع حد بمال او اي مساعدة كد انت بتهدي الامان والاستقرار بالنسباله عاشر علامة في تحمل المسئولية هو شخص عاوز يتحمل مسئولية نفسه فقط كل طقته وتفكيره والعاطفة لنفسه هو مش عاوز يفكر او يجتهد عشان حد كل المميزات ليه وهو بيكون فيه مميزات برضو لكن بتكون سلبية للمجتمع وايجابية لنفسه زي تحقيق امان مادية زي تحقيق سلطة سرعة النجاح قدرة عالية على الاستقلال دي تعتبر اولوية في حياة المكافيلي بمنظور الشخص السوي هيشوفها انها انانية لكن بمنظوره هو بيشوف ان ده نجاح وكمان هنلاحظ ان هو لا يتقبل اي حلول بسطة او نقضي يعني هو وصولي وانتهازي وكذاب وبيميل للسخرية من الناس مع ذلك لو حد انتقده هو بيدافع عن موقفه باستماتة سواء تبرير موقف او حفاظ على سلطة او صروة هو مش هيتأخر في الدفاع عن نفسه وسلوكيا لو الشخص المكافيلي في موضع قيادة هو بيفرض السيطرة عن طريق ارهاب الناس لكن ما بيقدرش يكسب احترامهم ولا يقدر يكون علاقات اجتماعية هي فقط مسألة وقت لحين ما مصالحه تخلص ولو في النسب هيكون نسبتها في الرجالة اكتر لانهم بيميلوا له السلطة والعمل في مجالات زي السياسة مثلا لكن من وقت نظري ان الشخص المكافيلي بيكون هش نفسيا جدا ومفتقد للامان وان هو يسق في الناس عشان كده هو دايما ما بيتحملش مسؤولية افعاله واخطاءه في حقوقه ان في نظره هم هيقدوروا بيه هو شخص عاوز يبقى كامل عاوز يحقق امان في جميع نواحي الحياة حتى لو بالظلم دايما غامض دايما مش عارف يعبر عن عواطفه كل شخص داخله عواطف لكن قدرة التعبير والنسب بتختلف المكافيلي عواطفه شبه معدومة مع عدم تعبير وغموض تام وكل ده بيكون بسبب بيئما تعامل الاهل سواء بدلال زائد او عنف وترهيب او ان الشخص اكتسب مثلا حقد وكره من قصرة التنمر عليه وممكن الميول النفسية من الطمع من الانانية ان هو يكون نرجاسي او عنده اعتلال نفسي دول مع الوقت ممكن يخلوه يكتسب صفات الشخص المكافيلي كده احنا ذكرنا المكافيلية لو ظهر علامات تانية قلنا ان هيبقى بسبب النرجاسية او الاعتلال النفسي ولو رجعتي للحلقات القديمة احنا اتكلمنا عن التراب الشخصية الحدية والتراب الشخصية النرجاسية وانتظري حلقة عن التعامل مع الشخصية المكافيلية ولو كملت الحد هنا دعيلي ووي رأيك انا هرد على الكل واكترحي مواضيع جديدة طمطم بخير ونتقابل في حلقة جديدة ان شاء الله